مرحبا بكم في قناة تحفة يوب عمار بن جامع ينفذ صبره ويفجأ مجددا مندوبة الامارات بعد الشكوى قدمها المندوب السوداني ويتدخل بعد مشادات كلامية وهذا ما فاعله في مجلس الامن وأول موقف رسمي من الجزائر يوربيكو بن زايد بداية الجزائر تفجأ الامارات بمواقف صارمة وتقف بجانب السودان في محنتها مع تأيديها للطرع السوداني والشكوى التي اتهمت السودان فيها الامارات داخل مجلس الامن أنه وراء ما يحدث من أزمة وتوقف داخل مجلس الامن وأنه وراء ما يحدث من أزمة وتوفاقه من الوضع وتأجيجه خاصة وأن مندوب السودان استند لمواقف بن جامع المناددة بالأطراف التي تأجيج الأزمة وكذا استند أكثر شيء لتصريحة الرئيس بون ومواقف واتهامه للامارات وبن زايد مجددا مندوب السودان أكد أن الجزائر كانت على حق في اتهامتها للامارات بتخريب دول عدة وكلام الرئيس بون حسب مندوب السودان والبرهان كله صحية طالبين للمرة الثالثة الدعم الجزائري بقوة في الأمم المتحدة أيضا لأنه حسبهم الحال يبدأ من عز الكولي للدوهر الإماراتي بما أن بن زايد هي الصمير في دعم حميتي قائد الدعم السريع ما يطل عمر الأزمة وقد دخل مندوبال السودان والإمارات في مشادات كلامية وتبادل سهم وحول الطرف الإماراتي التنصل من التواطئ خاصة مندوبال الإمارات التي دعت أن الطرف السوداني سمادوا كثيرا وتطاولوا ويلفقون ويقولون السهم ضدهم لتتفاجأ بوقوف قوي من الجزائر مع السودان ويدعم مسار الحل وعز الأطراف الأجنبية وعلى رأسها السودان من الدور الذي يمارسه ويؤجج به ويطلون عمر الأزمة فعمار بن جامع بالمرصاد ويبدو أنه دخل في تنسيق عالي المسوى مع المندوب السوداني لدعمه وإيصال صوته والخروج بقرارات داخل الأمم المتحدة لصالحه فقد أكد مندوب الجزائر دائم عمار بن جامع بأن الجزائر تقف مع الشعب السوداني والقيادة السودانية في أزمتها المتفاقمة مؤكدا حرص الجزائر على العمل على تسوية الأزمة الأمنية بالطرق الدبلوماسية وتفعيل قدوس الحوار وليس تأجيج الوضع كما تفعله بعض الدول هذا وطلبت الجزائر القدوات الأجنبية التي تعمل على تقويد الأمن في السودان إلى مغادرة البلاد فورا وهي الرسائل القوية التي وجهتها القيادة الجزائرية سواء للإمارات أو أي دولة أخرى تعتبت بالأمن القوم السوداني بعد رفض وتصدر رئيس بولي محاولة الإمارات شراء شركة نتورجي ودخول الشراكة مع سوناتراك خطوة إماراتية مفاجئة من بنزي للقاء الرئيس بولي ويتخلها عن النسق بداية وبعد أن أفشل الرئيس بولي محاولة الإمارات لاستحوذ على الشركة نتورجي الإسبانية الشركة لشركة سوناتراك الجزائرية بالنسق في الغاز الذي تشتريه إسبانيا بـ 49% لحوى إسبانيا اتراجعت إسبانيا كما هو معلوم بسبب تهديدة الرئيس بولي بقطع الغاز فورا حاليا الإمارات قامت بخطوة مفاجئة وتنزل كبير لمحاولة إقناع رئيس بولي ترك السفقة تتم لكن بعد ذلك لم ترد لمحاولة إقناع رئيس بولي ترك السفقة تتم فبعد أن ضخ أكثر من 24 مليار دولار والإستعداد لتفعيها مقابل نتورجي الآن يريد استحواذا صغيرا على الأقل والدخول بشركة مباشرة مع سوناتراك عند شراء نتورجي بنسبة أقل وليس بالنسبة لخصوص الغاز الموجه لإسبانيا لكن تفاجأ بإصرار جزائري رغم محاولة الشركة والزيارة والتهديئة ويعلم أن تهديدة الجزائر لناتورجي وإسبانيا هي العائق الوحيد أمام السفقة لذا يحاول إقناع الطرف الجزائري بهذه التنزولات دون جدوى وإلى غاية لأن حيث تدرس الشركة الإماراتية الطاقة والهوليدينغ الإسباني كريتا كيشا الاقتصام بالتساوي أسهم شركة نتورجي الإسبانيا للطاقة وخاص الغاز في حال نجا عملية الاستحواذ لكن ما زال سوق المال والأعمال الإسبانية تدر موقف حكومة مدريد بحكم الطابع السياسي للعملية ورد فعل الجزائر بإعادة النظر في سفقة الغاز مع هذه الشركة حتى التلويح بورقة قطع الغاز تماما على إسبانيا وأوردت جريدة سينكولياس المختصة في الصحفة الاقتصادية وجود مباحثات بين كريتا كيشا الإسبانية وشركة الطاقة الإماراتية من أجل اقتسام 50% من أسهم نتورجي وتعلم جيدا الجزائر أن الإمارات إن استحولت بشكل كامل على هذه الشركة ستصبح شركة بالنصف لشركة سونطراك الجزائرية تحديدا في كل الغاز الذي ستبيعه الجزائر من الجزائر إلى إسبانيا عبر شركة سونطراك الجزائرية ومنذ إعلان شركة الإماراتية شراء حصة كبيرة من الشركة الإسبانية ارتفعت أسهم الأخيرة بنسبة 20% خلال الشهر الأخير وتوجد عوامل سياسية ومالية أخرى عملية الاستحوات وتعد كريتا كيشا أكبر مساهم في نتورجي بما يفوق 26% من الأسهم تريد الحصول على 30% على الأقل بينما تريد شركة الطاقة الإماراتية شراء أسهم باقي المساهمين وخاصة شركات أمريكية تريد مغادرة الشركة الإسبانية ومنها بلاك روف وتأخذ حكومة مدريد بعين الاعتبار موقف الجزائر التي لا تحبل دخول الإمارات في رأس مال نتورجي كمساهم رئيسي بالنسب ونقلت رويترز منذ أيام فردية هديت صادرة عن سلطة الجزائرية بإعالة نظر في تزويد إسبانيا بالغاز كليا لماذا حاولت المغرب نسب مشروع القرار الجزائر التاريخي للإمارات ودول أخرى ووسائل إعلام عربية تحاول تجاه الجزائر والتاريخ يحكمه في الجامع بداية ومنذ القرار التاريخي الذي نجحت الجزائر في تمريره بعد أن أقنعت به 143 دولة صوتت لصالح القرار لمنح عضوية كاملة للفلسطينيين وتأييد دول واسع فصحافة الأجنبية ووسائل إعلام عربية ذكروا أن مشروع قرار تقدمت به الجزائر وليس أي دولة أخرى والجميع شهد كيف تم تقديم بنجامع ودل يحدر ويجتهد فيه قبل طرحه لأسابيع لكن الغريب في الأمر أن وسائل إعلام عربية كثيرة تحمد تجاهل اسم الجزائر كلما ذكروا القرار والتصويت التاريخ الذي حدث بتمرير القرار الذي سيكتبه التاريخ في تجاهل غريب منهم لإسم الجزائر رغم أنها هي من جهزته ورسمت تفاصيل ملف وأقناعت كل دول من أجل تصويت عليه بعد جهود جبارة قدتها دبلوماسية الجزائرية برئاسة كل من أحمد عطاف وعمار بنجامع لكن الأكثر صدمة من كل هداه هي محاولة بعض الإعلاميين والمشاهر والمشاهر وقنوات تلفزيونية نسم مشروع القرار للإمارات بشكل غريب جدا وحتى محاولة نسبه لدول أخرى بطريقة ساذجة وغريبة لم يترجعوا عنها إلى يوم هذا ما يطرح العديد من العالمات لإستفهم في حين أصلا عمار بنجامع والدبلوماسية الجزائرية قادة المشروع لوحدها وليست أصلا في علاقات تنسيق مع الطرف الإماراتي ولا المغربي بالخصوص بما أن هذا الطرفان تتبرهم الجزائر أكثر من يعاد مصالحها ويتأمر عليها وفق حتى تأكدت الرئيس بون سبقا كما هو معلوم هذا وانتقد رواد مواقع تواصل الاجتماعي سواء من الجزائريين أو الشعوب العربية كل إعلاميين ووسائل الإعلام المتواطئين والذين تجاهلوا ذكر اسم الجزائر عنامد عند الحديث عن مشروع القرار الذي تم تصويت عليه في مجلس الأمن منتقلين إياهم بشدة وطرحين تساؤلات حول خلفيات محاولة إخفاء اسم وجهود الجزائر بل وحتى نسب القرار وكل جهود لدول أخرى خاصة النظام المغربي كذبوا كذبا صريحا وواضح وتلفقات بالجملة لتغطية على جهود الجزائر لكن وفي دوره عمار بن جامع ردع ورد كل أطراف ومن يحاول التشويش على عمل الجزائر في مجلس الأمن الأخر كان وعد بالعودة بمشروع أقوى عندما استعمل الأمريكان وفعلا محمار بن جامع عاد بالفعل ونجح في تمريره قرار سيسجله تاريخ هذا ومعلوم أن العلاقات بين الجزائر وكل من الإمارات والمغرب في أسوأ حوالها لكن لم يكن يتوقع أحد أن تلك الأطراف ستحاول سرقة إنجاز الجزائر في مجلس الأمن بل وحتى دخولهم الخط لنشر سلفقات ونسب الإنجاز لدول أخرى ومحاولة خداعهم وجعلهم أيضا ينقلبون أو يهاجموا الجزائر خططهم فشلت والوعي الكبير للجزائرين وشعوب عربية عدة شكرت وتغنت وأشالت بالجزائر وجهودها التي قادتها بمفردها في مجلس الأمن في دل الصمت من أغلب الدول العربية وبعد سوبات لحوالي 8 أشهر استغيقلوا من سوباتهم ويحاولون سرقة الإنجاز من حكام لو يحرك سكينا للخروج بأي مشروع أو قرارات ومفادرات الحلوى الوساطة اشتركوا في القناة